ازول 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 ولن ازول ازول في اللون في الحقيقة فانت بش نولي تقريبا كل يوم احد نعمل مباشر على قنات امكان tv امكان tv امكان tv غليني مپرتاج جوية ساعة اهلا وسهلا بالجميع المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المهم في الحقيقة نزيد شوية ولا نبدأ الآن المهم أزول في اللون أزول مقران أهلا وسهلا بكم لكل الحضور المستمعين وكل أحرار شمال إفريقيا أهلا بكم بالنسبة للحركة التغيير شمال إفريقيا اللي معناتها عندكم فكرة عليها تقريبا يعني هي بدات فعليا معناتها التنظيم لقيام هذه الحركة منذ تقريبا ثلاثة سنوات ولكن تم أزول أزول أمير الريف تحية لأهل الريف أزول أزول قبل ثلاثة سنوات يعني بش نعود لكم الحكاية كيفاش صارت بالضبط بش تزيد وتعرفوا أكثر شنوة حركة تغيير شمال إفريقيا اللي معناتها خذاوا عليها معناتها ياسر أشخاص معناتها وكلام وقاعة كلام وحركة تغيير شمال إفريقيا عندها اتجاهات معينة في الحقيقة كثير منهم نفهموش شنوة حركة تغيير شمال إفريقيا وعلاش قامت بالذات بعض الحركات اللي موجودة أو التنظيمات أو الجمعيات اللي موجودة في شمال إفريقيا واللي تعمل معناتها منذ حتى قبل الاستقلال حول ما يسمى إعادة الهوية الأمازيغية لكل شمال إفريقيا سواء في المجال الفني أو المجال السياسي وغيرها من المجالات واحنا نعرف الدماء التي سالت للأمازيغ واللي كانوا المتكلمين باللغة الأم الأمازيغية هم في الطاليعة سواء في منطقة لقبايل أو منطقة الريض طبعا اللي هم الأوائل في هذا العمل أو طبعا الشاوية وغيرها من المناطق في شمال إفريقيا سواء في ليبيا حتى النضالات اللي وقعت في مصر من أجل المطالبة بالهوية الأمازيغية وطبعا في تونس وغيرها من الدول في الحقيقة الفكرة انطلقت ان تتكوين حركة تغيير شمال إفريقيا تقريبا منذ ثلاثة سنوات وبقينا نتناقش تقريبا أكثر من سنة أشخاص من المغرب ومن تونس ومن الجزائر ومن ليبيا طبعا موريطانيا مع الأسف لم يكن هناك حضور لموريطانيا لأن التعريب في موريطانيا كان جدا قوي أكثر من تونس هي أكثر واحدة تم تعريبها رغم أن التواجد الأمازيغي موجود يمكن أن نقول أن الأمة وننأكد على كلمة الأمة الأمازيغية التي هي أمة ليس شعب بل تتكون من عدة شعوب استطاعت رغم كل المحاولات عبر التاريخ لمحوها لغويا وثقافيا وعرقيا حتى الإبادة العرقية تمت ورغم ذلك الأمازيغ اليوم في 2017 مزالوا موجودين وهم أكثر قوة مع أنتها شعوب كبيرة تمحوها سواء الهنود الحمر سواء غيرها من الشعوب في منطقة الشرق الأوسط تمحوها ولكن الأمازيغ الوحيدين تقريبا في العالم اللي مزال عندهم وجود فعلي سواء بتقاليدهم سواء بعاداتهم سواء بلوغتهم سواء بكتابتهم بكل ما يملكون من قوة كثير يتساءل شنو اللي يخلى الأمازيغ متماسكين بهذه الدرجة وبهذه القوة البعض يقول لك لأنهم احتموا بالجبال ليس صحيح الصحوة الأمازيغية اليوم هي أقوى صحوة منذ بداية الغزو لشمال أفريقيا تمزغى إلى اليوم أنتم تعرفوا اللي أحنا شعوب مسالمة شعوب متفتحة شعوب ليس لنا أي نية استعمارية ولا نية إبادة الآخرين رغم ذلك تم استعمارنا من كل القوى الدولية الدولية في العالم منذ أول التاريخ أي حضارة أي شيء قوة تقوم في العالم سوى في أوروبا سوى في الشرق الأوسط سوى في أقصى آسيا هدفه هو استعمار هذه الأمة المسالمة المؤمنة بالتعايش والمتصلة بالأرض اللي هي ربها الوحيد وهي مصدر وجودها البعض يقول لماذا معناتها شنو اللي خلى الأمازيغ إلى يومنا هذا 2017 ترش مناه 2017 يعني تم استعمارنا منذ أكثر من 3000 ولا 4000 ولا 5000 سنان رغم لي ما عادتها تواجدنا على الأرض هذه هي من أقدم التواجد والاكتشاف الأخير اللي وقع في المغرب حول وجود أقدم إنسان عاقل لموسا في المغرب وتم اكتشاف قبل في تونس الإنسان العاقل يعود إلى أكثر من 100 ألف سنة ومزالت الاكتشافات لأن مع الأسف الاكتشافات العلمية في شمال إفريقيا قليلة الواحد مننا يجيب نداره يخرج أثار يعني الغناء منتع الأرض متاعنا لا يقدر بثمن نحن نعرف إن الإنسانية انطلقت من إفريقيا والممر والممر للعالم هو المرور بشمال إفريقيا بكل شمال إفريقيا بما فيهم يعني مصر وخاصة الجانب الغربي من النين اللي هو أمازيغي وأنتم تعرفوا يعني السلالة التي حكمت مصر الأمازيغية شيشانق مدة تقريبا 300 سنة والذي حارب الفرس ومنعهم من احتلال شمال إفريقيا الشيء الشيء الوحيد اللي يخلي الأمازيغ يعني يقاوموا كل أنواع الاستعمار هي الطبيعة متاحة إنهم ما عندهم شو عقدة ما عندهم شو عقدة إنهم يتكلموا لغة العدو كما يقول سفاو يقول إن الأمازيغ كتبوا تاريخهم على الريح إذا نحن ما عندنا عقدة يعني الأمازيغ أبدعوا فمت في كل اللغات وهذه معانتها واحد سئل أحد الأسئلة قال لي الأمازيغ لهم قدرة عجيبة وغريبة في التعقل مع كل الأجناس والألسنة هل هذا يحسب لهم أم عليهم في الحقيقة هو يحسب لهم ليس عليهم لأن الأمازيغ عبر التاريخ وكلمة أمازيغ التي هي الإنسان الحر وهذه هي الفكرة الأساسية الأمازيغ لم يهتموا بالعرق أرضهم كانت مفتوحة للجميع أي معارض في العالم كان يأتي لشمال إفريقيا وحتى مدة التاريخ الإسلامي يعني نعرف كل الحركات أو المذاهب التي تم افتهادها في الشرق الأوسط أين تجدوا ملاد في شمال إفريقيا سوى الخوارج سوى الشيعة بجميع مذاهبهم أو غيرهم من المذاهب الفلسفية أو الدينية سبحوني الأمازيغ ما كانت عندهم عقدة لا من لغة العدو ولا من ثقافة العدو ولا من معرفة العدو كانوا يمتصوا المخت... معناتها يخزوهم يمتصوا يتعلموا لغته حتى أخيرا في الاستعمار الفرنسي شمال أفريقيا تعلم الفرنسية أكثر من الفرنسيين أنفسهم أمازيغ ما عندهم مش مشكلة تتكلم فرنسي تتكلم إنجليزي تتكلم صيني تتكلم أي عربي ما عندهم مش مشكلة ما عندهم حتى مشكلة هذه ما عندهم مسألة واضحة وما عندهم مش مشكلة في العرق يعني الشخص يجيهم من آخر العالم حتى من ماغولستان ويدخل في المجتمع الأمازيغي يصبح أمازيغي لأنهم ما عندهمش ما عندهمش فكر عرقي ما عندهمش عقدة أنهم يريدوا يسيطروا على العالم ما عندهمش عقدة من الأجنبي ما عندهمش عقدة من الآخرين علاش على خطر واثقين في أنفسهم لأنهم فكرهم من الأول كان فكر إنساني هما وتسماوا أنفسهم الأمازيغ والأمازيغ رأوا كلمة الأمازيغ في الأصل هي تعود إلى طبقة كما نقول أحنا طبقة الشرفة على خطر شمال إثريكيا كانت عامرة من جميع الأجناس من أذن ننكره هذا سيح هي شمال إثريكيا في الأصل كانت ممر لتعمير العالم الإنسان العاقل الإنسان العاقل اللي أقل اللي ننزله منه أحنا لكلنا من أمريكا من الهنود الحمر والشرق الأوسط من اللي تحب عليه هانتي وضع قدمه في شمال إثريكيا قبل أن يمر للعالم فهي كانت نقطة الانطلاقة نحو تعمير العالم وبناء الحضارات وقامت حضارات في كل مناطق العالم سواء في الشرق الأقصى سواء في أمريكيا سواء في أوروبا وجاءت لتحتل شمال إفريقيا عادت لتحتل شمال إفريقيا شمال إفريقيا هي الأم شمال إفريقيا هي الأم والأم عمرها ما تنكر ولدها الرومان والغزو الشرقي والمعنى الفينيقين وغيرهم وغيرهم والبندال وكل شي هم أطفال أطفال لشمال إفريقيا أطفال أمهم هي شمال إفريقيا منها انطلقوا منها تعلموا الحضارة ومنها تعلموا الإنسانية وكانت عبر التاريخ مفتوحة لكل معارض الأمازيغي هو الإنسان الحر بغض النظر عن المعتقد متاعه بغض النظر على تفكيره بغض النظر على جنسه أو أصله أو فصله أو شكله بغض النظر على كل شيء المهم أن يقدر ويحترم هذه الأرض هذه الأرض التي تطل على البحر الأبيض المتوسط هذه الأرض التي تحتوي على جبال شامخة جبال الأطلس وعلى المناطق الزراعية وتحتوي على أكبر صحراء في العالم مع أنتها ما نحبش نزيد نكثر نحكي على أهمية شمال إفريقيا لأن رغم الطمس كل شمال إفريقي صدقني كل شمال إفريقي يحس في الداخل متاعه في الفطرة متاعه في اللاشعور متاعه إنه ليس لقي وأنه يفتخر أن يكون أمازيعي قلت لكم أن كلمة الأمازيع الأول كانت لطبقة معينة لأن كانت هناك هجرة من الشرق وهناك هجرة من الجنوب نحو الشمال وهناك هجرة من الشمال نحو الجنوب سوى هروب من ظلم المناطق اللي موجودين فيها سوى طلبا للعيش أو هروب من كارثة أو طبعا استعمار كما وقع في 3000 أسنة الفارقة لشمال إفريقيا التي هي أم الحضارة أم الحضارة هذه يعني مثلة واضح إذن شمال إفريقيا وهميتها الاستراتيجية التي الموقع متاحها ليس هناك الشعب نحن نشوف الحضارات قامت في أوروبا وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجم يقول ما تهتم لها حضارة لأن ما عنده عقدة ولكن استوعبت الحضارة الشرق أوسطية بكل مكوناتها واستوعبت الحضارة الأوروبية بكل مكوناتها وما كانت عندها حتى عقدة الأمازيغ ما عندهم مش مشكلة عرقية عند الفكر العرقي الآن بدأوا بعضهم ما عندها بعد ظلم اللي تعرضوله الأمازيغ عبر التاريخ يعني دا يفكروا في مسألة العرق وهي هو خطأ في الحقيقة هذا معتها يخالف المبادئ الأمازيغية التي يؤمنون بالإنسان الإنسان الإنسان الحر الإنسان السيد على عرضه أهمية شمال إفريقيا هو اللي خلى كل الحضارات أو القوة في العالم إلى اليوم لا يريدون لها أن تقوم لها قائمة أحنا أكثر الشعوب المهاجرة في العالم أحنا أكثر نسبة مهاجرين في أوروبا وفين ما تمشي في العالم تلقى الأمازيغ في كل بلازة في كل بلازة إذن أنا هنا لا أتطرق إلى تاريخ الأمازيغ وأهمية الأمازيغ ولكن ليس هناك شيء ثابت من حقهم أن يدافعوا على الأمازيغياتهم طبعنا رجع لك جلال حول السؤال فهمت معنا أنا في الحقيقة كل نهار أحد معلوقيت هذا يعني الثامنة توقيت شمال إفريقيا التاسعة توقيت أوروبا قبل طبعا تبديل الساعة بش نحاول بش نعرف شنية الأمازيغية وعليش قامت حركة تغيير شمال إفريقيا البعض يتصور أن حركة تغيير شمال إفريقيا هي حركة منافسة لكل الحركات الموجودة على الساحة ليس صحير أحنا قمنا على فكرة الاستيعاب شو معنى هالاستيعاب يعني أحنا نحترم كل الحركات والتوجهات الثقافية والفكرية والسياسية الموجودة على أرض شمال إفريقيا أو خار شمال إفريقيا وحركة تغيير شمال إفريقيا تريد أن تقدم الدعم لهذه الحركات وليكي تكون غطاء أنا أتون أرجع لكم ونحكي لكم يعني كيف جاءت فكرة تكوين حركة تغيير شمال إفريقيا شنو الفكرة بالضبط في الحقيقة اللي كونوا وأسوا الحركة تغيير شمال إفريقيا هما أشخاص واعين بتاريخ شمال إفريقيا وبأهمية منطقة شمال إفريقيا وعارفين الوضع اللي تعيش وتوى شمال إفريقيا منذ الاستقلال طبعا تاريخ قبل أما أحنا المصيبة متاعنا العالم الآن قادم على مرحلة جديدة لازمنا نعرفه العالم عليش قادم انتوما هل تعرفوا أن في المستقبل القريب أي تكتل بشري أقل من مئة مليون لا يمكن له أن يستمر لأن العالم ماشي نحو التكتلات أوروبا اللي متكونة من عدة شعوب استضاعت أن تتكتل أمريكا التي أبادت الهنود الحمر واستولت بالقوة على أرض الغير وجاءت بالبشر وجعلتهم عبيد كونة كتلة عندنا الصين كتلة عندنا الهند كتلة عندنا روسيا كتلة وأين نحن من كل هذا شنو أحنا شنو أحنا شنو إذن معنتها وحدة أحنا معنتها عنا خصوصية خاصة عنا طبيعة وحدة من سوى إلى جزر الكناري وحدة عنا عنا أشياء كثيرة تجمعنا وأهم شي يجمعنا أهم العرق ورغم الدراسات أنت أثبتت وجود الساكن الأصلي لشمال إفريقيا رغم أني أنا لا أهتم بالمسألة القومية والعرقية شمال إفريقيا تبقى ديما مكان مفتوح للجميع المهم أنك تحترم هذه الأرض هذه الأرض الأمازيحية بكل ما تحتوي هذا هو المهم إذن أحنا نشوف اللي في شمال إفريقيا بعد الاستقلال وقبل الاستقلال والفكر العروبي اللي رسخته فرنسا لأن أوروبا بقيادة فرنسا ما يساعدهاش يقوم قوة جنوب أوروبا تكون أصيلة ومتأصلة هي القوة الأمازيغية وهذا أخاف روما وأخاف غيرها من القوة اللي توجد في أوروبا وأخاف حتى الشرق الأوسط أن تقوم قوة أمازيغية رغم اللي أحنا من شكله حتى خطر أحنا ما ناش نطالبه بحد شيء أحنا لا نريد أن نغزو أوروبا ولا نريد أن نغزو الشرق الأوسط أحنا أحنا أفارقا أحنا أفارقا أحنا موجودين في شمال أفريقيا أحنا السكان الأصليين ونستقبل كل الأجناس مرحبا بهم في بلادنا وأهلا وسهلا بهم وما عنا حتى مشكلة لا مع اللغة لا مع العادات حتى الشيء اللي ناخذوه من الدول المستعمرة لنا نعطيه الصبغة واللون متاعنا لأننا عنا قوة عنا قوة معنا كما نقوله وإحنا أصالة في تاريقنا الإنسان كي يبدأ متمكن من نفسه وعنده قوة نخافش من المستعمرة إذن نرجع للنقطة وإحنا كما قلت لكم ما نشبش نطول عليكم يعني فيديوهات هذه بيش تكون متواصلة كل يوم أحد ونحاول نجاوب على بعض الأسألة فيما يخص الحركة ونشاط الحركة ونحب مع أن تتطلعوا بالتفاصيل لأن الفكرة التي قامت عليه الحركة هو فكر أمازيغي بحر وهي التسامح الشفافية الوضوح النيف والرجولية هدايا اللعب كنت والأمور الغير واضحة أحنا ضدها كليا ضدها كليا الشفافية والوضوح الأمازيغي إنسان عنده النيف وما يخافش وأفكاره يقولها بصوت عالي ما هوش خايف من حتى شي أزول مهنم أهلا وسهلا جستما جستما شيراس أحنا النجم ونحتويه الكل أحنا فكرنا إنساني من أول التاريخ لو نرجعوا للأشياء والأفكار اللي قدموها الأمازيغ سوى داخل شمال إفريقيا أو خار شمال إفريقيا لا تقصى والأشياء التي سرقت وأخذت ونسبت للآخرين لا تقصى ونحن للعلم ما ناش نحط رواحنا فوق الجميع هذا ما عن ناش فكرة العلو ما عن ناش أحنا أصحاب هذه الأرض لا نريد أن نستعمر أحد ولا نريد أن نتعدى على أحد وبلدنا مفتوح للجميع والفكر القومي والعنصري الذي موجود مع الأسف عند بعض الأمازيغ وخاصة المتكلمين في الأمازيغية يقول لك أنت أصلك مش أمازيغي ولا يريد يعني يفصل منطقة على منطقة شمال إفريقيا حتى حرك الريف حرك الريف عمره مكان يريد ينفصل على شمال إفريقيا هو يريد أن ينفصل على الحكومة العربية الظالمة مثل مثل كل الحكومات اللي موجودة في شمال إفريقيا والتي وضعها مع الأسف المستمر نعرف وإحنا هذه المثلة إذن مع أنت تكثرت عليكم الكلام لازمني نحاول بش نوقف الموضوع ونحسر الموضوع بش المرة الجاي نحكيه كيفاش تأسست بالضبط حركة تغيير جمال إفريقيا وكل أسبوع بش يكون مباشر وتكون عندكم متابعة للموضوع وتفهموا إلي رايح حركة جمال إفريقيا قامت على المبادئ الإنسانية الأمازيغية وهي فكرة الإنسان الحر الأمازيغية مشروع حضاري نحن لدينا دول دول الدول هذه اللي موجودة في شمال إفريقي حتى واحد ما يحب يقسمها وما عاشناش بش نقسم حتى دولة نحن نحب جمهورية في المغرب ولكن جمهورية أمازيغية الهوية ومن المفروض كل الأمازيغ في المغرب يقف مع حراك الريف لأن حراك الريف يطالب بحق يطالب به حتى الأمازيغ في سوا حراك الريف هو يطالب بكل ما يطالب به الأمازيغ في كل منطقة السيد تقوم دول لدينا دول مقسمة ومعترف بها في الأمم المتحدة لا نريد الفرقة لا نحبوش الفرقة بالعكس نحن نريد أن نوحد نحن نحب الدول هذه تستقل لكي تتحد في اتحاد قوي تكون تمزغة مع خصوصيات كل شعب من الشعوب اللي يكون الأمة الأمازيغية ما عاش تقولوا شعب أمازيغي فماش شعب أمازيغي فما أمة أمازيغية أمة تضاهي كل الأمم اللي موجودة في العالم وأحنا كان ما نشبش نكونوا مع نتها مع التاريخ ومع التحولات الكبيرة التي تقع الآن في العالم ولي كثير منكم ما مش منتبه لها رانبش نضيع الفرصة وهذه آخر فرصة للأمازيغ نأكد هذه آخر فرصة للأمازيغ لأن العالم الآن سوف يتغير ليس ممكن تعطينا رأيك في موضوع علاقة اللغة الأمازيغية بالهوية الأمازيغية وعلاقة اللغة العربية بالقومية العربية سوف أجيب على بعض الأسألة أما خليني نكمل نقطة معينة من بعض طبعا أجيب على هذه الأسألة كلها بالوحدة بالوحدة ومعنتها نواصله في الموضوع خليني نوصل للنقطة المهمة إذن أحنا لازمنا نكونوا في الوقت المناسب ولازم الشعوب بتاعنا يحصل عندها الوعي إن الهوية مشروع حضاري لكي شعوبنا تنافس وتشارك الإنسانية في حضارتها القادمة من هذا الانطلاق من هذا الانطلاق تم منذ ثلاثة سنوات اجتماع وقعه في الأول يعني طريقة عفوية في البلتولك ثم انضم إليه بعض الأشخاص الآخرين من جميع مناطق شمال إفريقيا وحكينا وناقشنا هذه المسألة ماذا تحتاج شمال إفريقيا؟ هل تحتاج إلى حركة ثقافية مع الحركات الموجودة؟ هل تحتاج إلى حركة سياسية مع الحركات الموجودة؟ هل تحتاج إلى حزب؟ ماذا تحتاج؟ قلنا شنو ينقص شمال إفريقيا؟ خلينا نفكروا بمخاقنا شنو ينقص شمال إفريقيا؟ اللي ينقص شمال إفريقيا هو إطار يجمع كل هذه الجهود السياسية والفكرية والثقافية والعلمية ويقوم لها بالترويج والإعلام لهذا قررنا بش نقص حركة تغيير شمال إفريقيا التي هي منبر حر لكل أحرار شمال إفريقيا سوى في الداخل سوى في الخارج هذه فكرة الأساسية اللي قامت عليها فكرة تغيير شمال إفريقيا فهي مساهمة وتحت أمر أي إنسان كفرد أو كجماعة أو كحزن أو كسياسة مهما كان يفكر في النهوض ووحدة شمال إفريقيا مع احترام خصوصيات كل منطقة مهما كانت مهما كانت يجب احترامها واحترام عاداتها واحترام تقاليدها واعطاها حقوقها وكل اللهجات اللي موجودة اللي يطلق عليها بين قوسين عربية هي لهجات أمازيلية وإن كانت تحتوي على العربية والفرنسية والإسبانية وغيرها وغيرها لأن هذه اللهجات لم يتم تصنيعها في الجزيرة العربية هذه اللهجات انبعثت من أرض شمال إفريقيا كما قلت لكم شمال إفريقيا تستوعب وتعطي لون خاص بكل شيء تاخذ من الخارج أو يفرض عليها تبدل وتعطيه القيمة متاعه المهمة إذن هذه الفكرة الأساسية اللي قامت عليها حركة تغيير شمال إفريقيا فهي منبر حر لكل حركة أو تجمع أو فعل أو فر يري أن يخدم شمال إفريقيا وإعادة الهوية الحاجة اللي تجمعنا فما أحد إخوة السؤال ما هو الشيء الذي يجمعنا؟ يجمعنا الأرض وهل هناك أكثر ثبات من الأرض؟ أعطيوني حاجة ثابتة أكثر من الأرض ثباتا ليس هناك هذه أرضنا أحنا نقموها ما نحكمهاش بوصية خليجية ولا وصية أمريكية ولا وصية أوروبية ولا وصية إيرانية ولا وصية أي وصية أحنا نقموها برضنا لنقاشة فيها خليني طوا نجاوب المهم هذه النقطة اللي وصلنا لها حركة تغيير شمال إفريقيا منبر حر لكل الأحرار في شمال إفريقيا هذه النقطة الأساسية ومنها بش نواصل فهمت أنا بش نقيدها هوني فهمت نواصل الحديث بش نعطيكم كل شي بالتفاصيل حول نشاط حركة تغيير شمال إفريقيا ويمكن أن تطلعوا فهمة شفافية كاملة حتى على التمويلات متاحها وحتى على المصريف متاحها وما نخبي عليكم شيء أحنا نتعامل بكل شفافية ونتعامل بدون نية خبيثة فهمت لأن ما ناش نخدم الجهات أجنبية نخدم الوطننا البلادنا الأرضنا التاريخنا ونحب يكون عندنا وجود فعلي وقيمة فعلية يحترمنا العالم وتحترمنا الإنسانية مش كما توا الظل اللي يعايشين فيه بشوصلوا يتحنونه في كميون الزبلة وإلا يضربونه ولا يهينونه سوى في الغرب سوى من طرف الحكومات المستعمرة اللي تحكم فينا إذن خليني نجاوب على بعض الأسألة نبدأ بالسؤال الأول مدام الأمازياء متشبتين بالإسلام عمرهم ما يتحدوا وعمرهم ما يتفاهموا المسلم التونسي عنده الباكستاني المسلم أقرب له من اليهودي التونسي بالفعل بالفعل لكن أخي المشكلة في الإسلام العروبي يعني احنا نعرف إن الأمازيغ كانوا مسيح كانوا يهود ولاوا مسلمين ويتقبلوا أي دين ولكن يعطيوه الصبغة الإنسانية انتم ما تعرفوا تفورك المسيح بتاع شمال إفريقيا ضد الكنيسة حتى اليهود حتى اليهود نفس الشيء اليهودية في شمال إفريقيا تختلف على اليهودية اللي موجودة في مرات أخرى والإسلام اللي موجود في الشمال إفريقيا الإسلام إمتعنا إمتعه إسلامة وعيد وفرحة ونتحبه يعني الإسلام الأمازيغي اللي الناس مخلطة نساوي رجال وكل شيء أحنا مشكلتنا مع الإسلام العروبي أحنا تنوما تعرفوا ثورة الأمازيغ في عهد الأموي مع أنتها وبغراطة وتكوين مع أنتها الإسلام مع أنتها والظاهير الأمازيغي أو البربري فهمتها والقوانين متاعه يعني تعرفوا هذه المسألة يعني اللايكية اللي يحكي عليها الغرب كانت موجودة كالأمغار يحكم في أمور السياسة وحدها والدين وحده هو الملك الأمازيغي كان يقدم الصلاة لكل الأديان الموجودة يمشي يقدم الصلاة التانيت والآمون وأكوش وكل شيء لأن ديانة الملوك كانت متفتحة ما كانش الملك يعني ينتمي إلى الدين معين أو إلى جماعة معينة إذن أخي التشبث بالإسلام العروبي مصيبة زرقة أما الإسلام متاع أمي وأمك معانتها والطبيعة متاع اللي احنا نعرفوها وكما يقولوا ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي هذا ميقلق فهمتها ميقلق لماذا هذا الإسلام أما هذه الشريعة لدينا شريعتنا لدينا أول شعوب لم تطبق حكومة الأدام اللي يقتل يخرج يتم تردو لم يتم قتله لا يخرج من المدينة اللي اقتل فيها والمشكلة اللي عند الأمازيغ قبل كانت واحد مثلا يعمل جريمة قتل في مدينة معينة أو في منطقة معينة تسمع به القبائل الأخرى يعني مينجمش يمشي عند قبيلة قريبة لازمه يبعد يعني كان يعمل جريمة في المغرب لازمه يمشي لآخر مصر مش ما يسمع بيحد ويتعلم المرة الجاي ما عادش تعدى على حياة الناس لأن الأمازيغ الحياة عندهم مهمة الإنسان عندهم مقدس كقداسة الأرض إذن هذا التفكير اللي تقول عنده المسلم الباكستاني أقرب له من اليهودي التونسي هذا إسلام لا نريده ولا نعترف به أحنا المسلمين متاعنا يتعامل مع اليهودي ويتعامل مع المسيحي ويتعالم حتى البوذي وحتى الميامونش والملحد ومعنش حتى مشكلة هذا الإسلام الذي هو يقتصر على ما يسمى الأقل والعبادة فقط أما الشريعة مطيحة مخليها عنك ما قالت هداي قالوا لها رأو جايين جايبين لك لا قالت هاد دينهم ويرجعوا لبلادهم شو بدخلهم لبلادنا هاد هاد دين هاد دين هاد دين هاد درسوه ندرسوه نشوف نشوف شنوها فيه باي وشنوها فيه خايف أنت تجيني المالكة تحكم في شمال إفريقيا جيت قلها وإذا موقودة وسؤلت ايش مش تفهم منه وهي ما تعرش موقودة وسؤلت ما تعرش إنها ابنات تقتل وتتفن ولا تجيت قلها هل المرأة ما عندش الحق تحكم وهي مالكة كن انتوم المرأة ما عندها حتى قيمة عندكم احنا المرأة عندها قيمة تحكم مالكة وتقود الرجال هذا من الإسلام ما نقبلوه مش جي أنا ترد من عديد لا ما نقبلوه شهد الإسلام لن نريده شريعتكم من نريدها قتلكم وذبحكم من نريده قطع لي أيدي من نريده هذا من نريده تحب نؤمن بربي ومش الله الله هم تيعكم ربي 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 متاعي عندي حتى مشكلة نصلي الرب نصوم الرب وما يقلقنش الإنسان اللي يوفر هذا هو الإسلام متاعنا نمشي والسؤال الثاني بش ما نطولش خطر ديرطول ممكن تعطينا رأيك في موضوع علاقة اللغة الأمازيغية بالهوية في الحقيقة ليس هناك أي علاقة بين اللغة والهوية هذه مثلا ما هو أكيد إن الأمازيغية هي لغتنا الأم لا نقاش فيها هي والكتابة متاحها ولكن أنا ما نتكلمش الأمازيغية مش يعني ما نيش أمازيغي النجم معتنا نتكلمش الفرنسيغية تلقاه عايش مثلا في دولة أخرى عايش في دولة أخرى وميتكلمش الفرنسية ما هو مش فرنسيغية وتنجم تكلم الفرنسية ومتبعك فرنسيغية يعني يتكلم الفرنسية هل أنا فرنسيغية رأو في الحقيقة الهوية هي أكثر شي عادات وتقاليد وعقلية التي تأثرت بالأرض اللي عشت عليها تنجم أنت تسافر وتقع 2-3 جيلات في منطقة أخرى تفقد الهوية متاعك كان ما عندك اتصال بالأرض متاعك تفقدها شي طبيعي فما ياسر يفقدوها ورأي مشكلة الهوية مشكلة كبيرة في الحقيقة الإنسان يجب أن يكون الآن خاصة الآن يعني ليس لأني ولدت أمازيغي لازمني نقعد أمازيغي وكان أتخلى على الأمازيغية يعني أنا إنسان خائن لا عندك الحق عندك الحق تقول أنك مع انك أمازيغي تحب ما تقول أمازيغي ما تقول الإنسان الأرض اللي عايش عليها عربي تحب الصينية م قل روماني قل اللي تحب عليها أنت أما الأرض هذه يجب أن تعترف بها وبأصلها وبفصلها هذه الأرض الأمازيغ مرحبا بك وأهلا وسهلا بك وتكلم من اللي تحب إذن بقيت السؤال اسمع العرب الأمازيغ وعلاقة اللغة العربية بالقومية العربية في الحقيقة اللغة العربية ورفتها بالقومية العربية هي أكبر كذبة هو محمد بيدو ما هوش عربي مستعر أكبر كذبة في التاريخ المشكلة اللي الخمسين سنة الأخرى بتأييد ومساعدة فرنسا تم محونا تاريخيا ومحو وجودنا كليا إذن الآن الصحوة الأمازيغية الإنسانية المشروع الحضاري الإنساني العلمانية ما هيش مربوطة بالغرب العلمانية كانت عندنا أول حاجة عندما نتكلم على العلمانية العلمانية فيما عدة أنواع من العلمانية موجودة عدة أنواع من العلمانية والعلمانية متاعنا خاصة ما عندها حتى علاقة بالمفهوم الغربي أحنا معناش عداوة ضد المعتقد نؤمن بالحرية المطلقة هذه مسألة واضحة وبينها المهم السؤال متاعك مهند هو سؤال جدا عميق مع أنت يحتاج له فيديو وحده أما أنا بشي نقيده ونعاود نتكلم عليه في مناسبة أخرى لازمني نتنقل الأسألة السريعة يعني منحبش نزيد نطول عليكم أكثر السؤال الأول الأمازيغ لهم قدرة عجيبة وطواعية غريبة في التعقل مع كل الأجناس والأزم لا أدري إن كان هذا يحسب لهم أم عليهم كما قلت لك هو يحسب لهم ولكن مع الأسأل كاد أن يفقدهم وجودهم ولكن من حسن الحب إن الأمازيغ أمة وإن الأمازيغ ما عندهم مش مشكلة مشكلة مع الآخر أصبحت مع أنت هذا التأقلم شيء إيجابي مع عجسل ولكن لو هذا يوصلهم إلى أنهم ينسوا أصولهم ويجي يقول لك أنا عربي وأنا روماني وأنا تركي وهو معربين بالقوة هذا يصبح خطر جدا وفي الحقيقة أقدم التحية لكل من ما زال يتكلم الأمازيغية لأن هؤلاء الذي يتكلمون الأمازيغية هم لخلاه الأمازيغية تصل إلينا إلى هذه الساعة وهذه تحية واحترام وتقدير منشجع كل إنسان يتعلم الأمازيغية ولكن ليس لنا عنصرية ضد من يتكلم الدارجة الأمازيغية التي هي الدارجة المغربية أو التونسية أو الجزائرية أو ديبية سمحوني السؤال الثاني لماذا لم يندل عندنا في تونس ربيع أمازيغي؟ في الحقيقة تونس مع أنتها هي ثاني واحدة يعني بعد موريطانيا تم تعريبها وسياسة بورجيبة هي التي قابط على الأمازيغ في تونس نعرفوا اللي بورجيبة دمر خمسة مدن أمازيغية وكان يمنع الحديث بالأمازيغية في تونس وكان يطلب منهم بيش يمشيوا للتزاير فهمتهم ما يقعدوش في تونس يعني بورجيبة هو اللي اقضاع الأمازيغ في تونس وواصل عليها ابن علي ولكن الآن بدأت الصحوة في الحقيقة تم تم أما مسألة معانتها معانتها لماذا لم يتم الاعتراف والدسترة الأمازيغية كلغة وطنية لأن مع الأسف مع الأسف مع الأسف أخي أن الوعي الأمازيغي رغم اللي موجود في تونس مزال ضعيف يعني هناك ما يسمى يقول لك أنا تونسي فقط فهمتهم يعني أقصى ما وصله الوعي في تونس أنه يقول لك أنا تونسي فقط بش ميقولش عربي وهي معانتها أهون ولكن تأكد أن الوعي الأمازيغي قادم قادم لتونس وبطريقة قوية وأنكد لك اللي تونس فهمتها؟ هي المثل المناسب لمفهوم الأمازيغية كمشروع حضاري لأن نسبة المتكلمين جدا قليلة وليبيا أيضا فهمتها؟ وليبيا أيضا رغم لي هذوم الدولتين هما كانوا السبب يعني ما مر للتعريب في شمال إفريقيا السؤال الثالث هل الحركة مهيكلة أم لها وجودة على الأنترنت فقط؟ لا الحركة انطلقت على الأنترنت مدة سنة وهي الآن معانتها رسميا وقانونيا عندها عام سنة ونص عام ونص أما منذ تقريبا ستة أشهر قبل بداية المؤتمر تغيير شمال إفريقيا بدنا الهيكلة والنظام الهيكلي تقول نتكلم عليه في فيديو وحده والتنظيمة متاحة وكيفاش منظمة سؤال الثالث كيف تم تعريب المكون الأمازيغي ومسح الهوية الأمازيغية في تونس؟ وما هي الوسائل التي تم استعمالها؟ في الحقيقة محو هو يحكي على تونس أما معانتها مثاليش خلينا نجاوبوه على تونس أن بداية محو الهوية الأمازيغية في تونس بدأ من عهد بعد خروج الفاطنيين وإرسال بنو هلال إلى تونس واللي كانوا أي واحد يتكلم الأمازيغية يقصروا لسانه ما يسمى القبائل البدو العربية اللي دخلت التونس ثم تواصل التعريب عن طريق العثمانيين ليش عربون العثمانيين؟ لأنهم لا يريدون أن يختلطوا بنا لأنهم فهموا العثمانيين كم بشي علمونا التركية بش نوليوا خير منهم إذن إش عاملوا العثمانيين؟ علمونا العربية خطر يعرفوا العربية ما عندها ما تقدمنا ثم جاءت فرنسا فهمت وعربتنا نفس الشيء بش تخلينا متخلفين إذن التخلف والعروبة ملازمين عندهم مئات سنين هذاك علاج لازمنا نفيقه على رواحنا الأمازيغ لديه قال لك هذا الأمازيغ عنده مرض ستوكهولم ويجب علاجه قبل العمل بالحق الأمازيغ عنده مرض أنه أصبح يقدس المستعمر أصبح يقدس المستعمر ولكن تأكدوا أن الأمازيغ اليوم وصفة عامة حتى يقول ما هوش أمازيغي يقول أنا تونسي ولا أنا تزايري ولا أنا مغربي وما يقولش عربي هذيك المرحلة الأولى أنه بدأ يعرف القيمة بتاعه وبدأ يعرف أهميته الاستراتيجية وأهميته الفكرية والثقافية ومع التعقله ممتاعه أحنا الأمازيغ يمشي في أي بلاصة في العالم يتعلم لغتها في عام عالمي المهم هذه الفكرة بصفة عامة الأسل اللي تم طرحهم أكتفي بهذا القدر المهم كان فيما أسألة أخرى أسألة أخرى ومع نطرحهم في الفيديو القادم المهم كل يوم أحد مع الثمانية وطبعا كان فيما أشخاص يحبون يشاركوا في المقابلات مرحبة بهم أهلا وسهلا أرى بي بالحاج أزول أزول ولا نزول أهلا وسهلا بيك أعقلتك أعرفتك شكون أهلا وسهلا المهم مع فيديو قادم مع الأسبوع القادم في نفس هذا الوقت نتكلم حول أهمية فكرة الأمازيغية كهوية ونحكيه حول حركة تغيير شمال أفريقيا بكل شفافية شكرا تنمير على الحضور وبإسلامة ومع فيديو قادم شكرا تنمير على الحضور